موسيقى موعد نشرة الاقتصادية مباشرة من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم في المستهل حذر رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرولا الدول الأوروبية من التدفع على أمن الطاقة هذا الشتاء ما يهدد بتحطيم وحدة الاتحاد الأوروبي وإثارة الاضطرابات الاجتماعية وحسب ما نقلت فينانشل تايمز البريطانية ذكر بيرول في مقابلة أمس خلال منتدى العمل العالمي للطاقة النظيفة أنه يخشى سيناريو الغرب المتوحش في حال قيدت الدول الأوروبية تجارتها أو توقفت عن التعاون مع جرانها بسبب تزايد المخاوف بشان نقص الوقود وصرح قائلا ستكون التدهية سيئة للغاية على قطاع الطاقة وسيئة بالنسبة للاقتصاد وسيئة للغاية من الناحية السياسية قالت توكلة الطاقة الدولية إن أزمة الطاقة التي يواجهها العالم حاليا زادت من الاهتمام بالهيدروجين بشكل أكبر وإلى دعم أكبر لتعزيز استخدامات جديدة لها في صناعات الثقيلة والنقلة توقعت توكلة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها مراجعة الهيدروجين عالميا ونمو إنتاج الهيدروجين بواتلة قوية عبر التحليل الكهربائي فضلا عن انتشار المشروعات التجريبية في البحث عن تطبيقات جديدة لصناعات مثل الصلب والنقلة وقالت الوكالة إن التطورات في تقنيات الهيدروجين قد تؤدي إلى زيادة متوقعة بمقدار 6 أضعاف بحلول 2025 فيما يتعلق بالقدرة التصناعية للمحلل الكهربائي اللازم لإنتاج الهيدروجين قال أوليغ أوستينكو المستشار الاقتصادي لرئيس الأوكراني إن الحرب في أوكرانيا كبدت بلاده نحو ألف مليار دولار من الخسائر المسؤل الأوكراني لفت إلى أن العجزة قد يصل إلى أربعين مليار دولار في العام المقبل وقال أيضا إنه من المتوقع أن تشهد بلاده أكبر تراجع في الناتج المحلي منذ واحد وثلاثين سنة نتحدث عن تكاليف مباشرة وغير مباشرة في أوكرانيا بقرابة ألف مليار دولار أي ما يعادل خمسة أضعاف إجمالي ناتج المحلي وبالنسبة للعام بأكمله تتوقع السلطات الأوكرانية انخفاضا كبيرا في إجمالي الناتج المحلي يقدر بين خمسة وثلاثين وأربعين بالمئة أي أكبر انخفاض لإجمالي ناتجنا المحلي منذ العام ألف وتسعمائة وواحد وتسعين سيزداد عز الميزانية بنحو خمسة مليارات يورو شهريا وبدل التعامل مع عجز سنوي بقيمة سبعة مليارات يورو نتعامل كل شهر مع عجز بخمسة مليارات بالإضافة إلى الأضرار وتكلفة المقاومة للعملية العسكرية الروسية لم يعد بإمكان كييف الاعتماد على عائدات الضرائب كشف وزر الاقتصاد الألمانية روبيرت هابي كان بلده ستتكبد هذا العام ستين مليار يورو كخسائر والعام المقبل مئة مليار في ظل قليل أسعار الطاقة بعد العقوبات ضد روسيا واستراد المحروقات من غيرها وخلال مؤتمر المناخ للرابطة الاتحادية لقطع الصناعة الألمانية قال هابيكين هذه الخسارة من الممكن أن تصل في العام الفين وثلاثة وعشرين إلى نحو مئة مليار يورو ولسيما بسبب التخلي عن شراء الطاقة الروسية وأضاف الأموال التي ستخرج لاضطرارنا إلى إعادة شراء الطاقة غير موجودة في كل مكان وفي قطاعات مختلفة وفي الاقتصاد الوطني وهذا هو وضع الاقتصاد الكلية تراجعت سعر النفط الخام في تحاملات الجمعة بواحد في المئة وسط مخاوف من الركود وارتفاع الدولار الأمريكي ومخاوف نقص الإمدادات بعد التعبات العسكرية الروسية الأخيرة انخفض سعر الحقود الأجلة لخام براند بواحد فاصل سفر ستة في المئة إلى تسعة وثمانين دولار للبرميل الواحد وانخفض سعر الحقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط بواحد فاصل سبعة عشر في المئة ليصل إلى اثنين وثمانين دولاراً للبرميل كشفت مؤسسة النفط والغاز الهندية او ان جي سي تعاون جديداً مع شركة شيفرون الأمريكية أبرمت مؤسسة النفط والغاز الهندية المملوكة للدولة مذكرة تفاهم مع شركة الأمريكية شيفرون لتقييم إمكانة التنقيب والاستكشاف في عدد من الأحواض الهندية ويعد التعاون الاستراتيجي جزءاً من برنامج تواصل دولي خاص بمؤسسة النفط والغاز الهندية يهدف الاستقطاب شركات الاستكشاف والإنتاج العالمية وتكوين شركات مواتية لاستكشاف المناطق الحدودية والأحواض الرسوبية التي تمثل تحدياً من النحية الجيولوجيا قال وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية الجزائرية سوفيان سالواتشين بلاده ستحصل على حساس سنوية للصيد في المياه الإقليمية الموريطانية وضف الوزير على هامشي لقيه بنظره الموريطانية وزير الصيد والاقتصاد البحري محمل ولد عبدين ولد أمعي فان الجزائر ستسعى للرفع من القدرات الانتاجية من خلال التكوين على مستوى المعاهد ومدارس تربية المائية تضمن محظر هذه الدورة الموافقة على منح الجزائر حساساً سنوية للصيد في المياه الإقليمية الموريطانية السيد معالي الوزير السيدات والسادة الحضور ولا يفوتني في هذا المقام أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى أعضاء اللجنة الفنية المشتركة الجزائرية الموريطانية للتعاون في مجال الصيد البحري التي كنت أتابع أشغالها عن قرب رفقتكم أثناء لقاءاتها بن وكشوت التي جرت في جو أخوي وسادها نقاش بناء وتشاور مثمر مكنها من قطع أشواط كبيرة في إعداد مشروع إطار للتعاون متعدد الجوانب في مجال الصيد البحري وتربية المائيات وتطوير الصيد في أعالي البحار فإن الهدف من زيارتنا هو إضافة لبنة جديدة للتعاون الموريتاني الجزائري في مجال الصيد والاقتصاد البحري وهو شيء نسعى إلى تحقيقه إلى أرض الواقع حتى تكون هذه لبنة صرحا في مجال التعاون ونذكر على سبيل المثال من الأمور التي يرغب فيها الطرفان استغلال الثروات وكما ذكرتم الحصص الممنوحة للطرف الجزائري من طرف الطرف الموريتاني ومجال التكوين البحري والمنتجات تكوين حول المنتجات وهناك مجال الإنقاذ البحري وهناك مجال بناء السفن كما أشهرتم إليه والمجال استصراع الأسماك في موضوع آخر طلب رئيس مجلس السيادة السودانية عبد الفتاح البرهان المجتمع المدالي والدول الشقيقة الوفاء بتعهداتها التي التزمت بها في اجتماعات باريس 2020 وبرلين 2021 لعفاء بلاده من الديون الخارجية والتي تقف كحجرة عثرة أمام تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في دولتها سيدات والسادة تقف الديون الخارجية حجرة عثرة أمام بلادي وتحد من جهودها في مواصلة تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وكما تعلمون وأن السودان كان قد تأهل للاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المزقلة بالديون وعليه فإننا نناشد المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها التي التزمت بها في اجتماع باريس 2020 وبرلين 2021 علماً أن السودان أكمل كافة التشريعات المطلوبة للاستفادة من إعفاد ديون حضور الكريم أن تصاعد أزمة ارتفاز على الغزاء والطاغة يتطلب مزيداً من التعاون الدولي وفي هذا السياق نؤكد أن السودان مؤهل لتحقيق الأمن الغزائي على المستوى الإغليمي والدولي ختم النشرة نشكركم مع أحلى المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة